بداية فتحت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي تحقيقا في الانفجار الذي تعرضت له سيارة تابعة لها وأدى إلى مقتل أحد المراقبين الدوليين وبحسب تصريح الأمين العام للمنظمة لامبرتو زانير فإن المنظمة تتوقع تسهيلا من جميع الأطراف في عملية التحقيق وصف زانير مقتل أحد أعضاء بعثة المراقبة بالصادم للجميع من جانبه أشار نائب رئيس بعثة المراقبة التابعة للمنظمة في أوكرانيا أليكسندر هوغ إلى أن الانفجار حدث في الطريق الواقعي بالقرب من خط التماس وأكد هوغ أن المكان الذي وقع فيه الانفجار كان يجب أن يكون خاليا من أي متفجرات وفق ما اتفق عليه في مينسك من المهم أن يلتزم الطرفان بإزالة الألغام والعبوات الناسفة في إقليم الدنباس ومن الضروري أن يقدم للمحاكمة كل من زرع هذه الألغام والتي قتل بسببها أحد أفراد الدورية للتذكير فإن سيارة تابعة لمراقبي منظمة الأمن وتعاون الأوروبي تعرضت صباح الأحد الثالث والعشرين أبريل الجاري إلى انفجار بالقرب من قرية بريشيب التابعة لمقاطعة لوهانسك شرق أوكرانيا والواقع تحت سيطرة الانفصاليين الموالين لروسيا وعدى الانفجار إلى مقتل أحد المراقبين وهو مواطن أمريكي كما أصيب إثنان أخران من بعثة المراقبة بجروح متفاوتة اشتركوا في القناة